تبدأ مع البلوخ أصلاً مش ولا حمل بقى ولا جوازة يعني اهنا الجزء الشرقي بتاع العالم لازال لازال ما بيحمسش قوي بيشجعش قوي بناته للرياضة وده عيب كبير كبير البنت لازم تلعب رياضة ولازم رياضة تبقى جزء من حياتها عشان بتنمي عضلات سليمة نعم فالناس كتير قوي تقول لك ايه كل البنات بقوا بيولدوا قيسرية ما هو عضلاتهم ما عادتش بتكمل الولادة يعني عضلة ضعيفة ما بتتحملش الدكتور بيلاقي الست مش قادرة لان العضلات مش بالدرجة المطلوبة وبالذات الندرواتي ما بقاش الحملة بيحصل في سنة 16 زي زباية ده بيحصل في سنة 23 و24 و33 و34 ومدى طويلة جداً ما فيش رياضة وفي ضعف في العضلات بتاعتها فده حاجة اول حاجة رياضة من البلوغ نعم ومهمة جداً للبنات نعم يعني انا بناشد الأبهار لانه يمكن للأب يبقى له هدور كبير قوي بس يعني ده خلط جداً واحنا حتى في البرنامج دايماً بنأكد على فكرة الرياضة وفكرة الحفاظ على الجسم والأكل الصحي الحاجة ده مهمة جداً ده هيقلل الولادات القيصرية اللي ننزع لنا منها نعم وده هيحسن النتيجة بعد الحمل والولادة في شكلها الخارجي نعم ده نمره واحد نمره اتنين الوزن يعني عملية الأكل ومش مهم الوزن ده حاجة وحشة قوي وبتؤدي المشاكل طبعاً نيجي بقى لفترة الحمل ناسو نعم الحركة مهمة جداً كل الناس هتتفق عليها ومن نص ساعة لساعة يومياً حركة منتظمة نعم حركة دي ممكن أبسطها الماشي وده بنشجعه جداً في الحمل نص ساعة لساعة ماشي في اليوم يفرق جامد قوي مع الزيت نعم الحاجة الثانية إنها ممكن تبتدي بقى ترعب رياضة أكتر من كده بس ده لو كانت أصلاً رياضية ولا ممكن يعني مش مقولت بقى أصلاً طولهم رفع عاملة كده نص ساعة لساعة ماشي آه ماشي أوكي بس كرياضة مش هيؤثر قوي نعم إنما لو قدرت إنها كمان يبقى في شوية ايروبيكس وشوية رياضة هتفدها قوي في الولادة هاي